بناية ماتيلد هي كمان عم بناية مثل البنايتين المتقابلتين بناية ماتيلد هي بنية الأولى بناية الطفولة بناية الطفولة وهذه صدرت سنة ثلاثة وثمانين سنة ثلاثة وثمانين كانت البنايات تثير خيال الأستاذ باس طبعاً يعني هاي المكان ما كنت أنا عارف أنه أنا كاتب مكان إلى أن صدرت الروعية الآخرين كتبوا يعني بعدة مقالات بالصعوب أنه هاي دي بداية تأسيس لكتابي عن المكان بالروية العربية هاي دي بناية ماتيلد وهي صدرت منها طبع خاصة بمصر وكما أخبرني الصديق الراحل إبراهيم أسلان قال لي أنه الطبعة التي طبعت بألاف النسخ نفدت في يوم واحد هيك خبر وهي رواية ما زالت متذكرة يعني باقي صحيح مش بس ببيروت و بالقاهرة كذلك بالمغرب كذلك بأمكانة أخرى هل البنايات بيحضها يحطها غموض ولا أنه البنايات وراها سر أو فيها سر يعني كل بناية فيها عدد من الشؤاء أو المساكن وكل منزل أو كل بيت فيهم داخل أشخاص بشر وكل منهم يحمل حكاية وتتداخل الحكاية يعني أنا بحاول أفكر بصوت عالي يعني هي هي المقيمين بالبنية متل ما عم تتفضل هني هول موجودين على حافة الحياة الحميمية المشتركة وبنفس وعلى الحافة نفسها في العداوة الممكن تنشأ عن عن البغضاء والتحاسد والإلاخرية وبنفس وقت هني يعني بيحبوا بعضهم يعني فهي العلاقات علاقات لا يمكن تصنيفها بصفة واحدة علاقات معقدة باطنية خفية فكتابة ممتعة عن هذه الأجواء لما تكتب عن شي غير واضح بتذكر أنا غير أحد شعر العرب بيقول غير أني قائل ما أتاني من ظنوني مكذب للعياني إنه شي اللي بشوفه ما كتير خرج الكتابة اللي يستحق الكتابة هو اللي يطالع من الظنون وليس من الرؤية مش من الرؤية الوقت اللي بيخلص ده مش من خليفة ظل غير هو سؤال واحد لماذا لم تأخذك الرواية من الصحافة؟ أول شيء بنا نعيش يعني الرواية العربية كما لا يخفى يعني حالتها من ناحية أنه أنا كنت مرة في أمريكا ومفتكرت أنا أنه كل روايين الأمريكيين عيشين من الروايات عشاء مشترك كان مختلفين وكثير فقلت لهم أنه في لبنان صعبة أو بالعالم العربي صعبة حد أن يقدر يعيش من كتابة رواية فطلع بهذه السهرة أنه تسعين بالمئة منهم مثلنا لأنه الناس اللي بينفذوا بيقدروا يتخلوا عن الصحافة أو عن العمل التاني كتير قليلين ترجمة نانسي قنقر